رمضان هذا طبعا مختلف عن أي رمضان سابق مر على عدن ولليمنيين الواقفين على عتبات رمضان غصتان أولا هم الحرب وتداعيتها والثانية الفيضان ومخاطر كورونا من الثالي جاء الرمضان نعاني من ارتفاع السعر نعاني من الكهرباء نعاني من أمراض خيبون بالكورونا في الوقت اللي نجوفرون حتى حبابنا دول داخل المشفى رمضان الذي كانت له مهابة وجلال كموسم يتهيأ له اليمنيون جيدا بروحانيته وطقوسه ونكهته الخاصة لكن رمضان هذا العام يختلف وانتشابها مع سنوات خلت رسمت تفاصيلها الحرب والمجاعة ببصمتها المؤلمة والله رمضان من حيث الروحانية تمام إن شاء الله يكون في رمضان إن شاء الله لكن بالنسبة للأسعار يا خينار الأسعار قنون لا حصيب ولا رقب لا من الله يخافه التجار ولا من القانون ولا من أنفسهم اتساع رقعة الفقر وارتفاع الأسعار واستثمار الميليشيات شمالا وجنوبا لأوجاع الناس التي باتت مجرد ورقة في المزايدات السياسية هذا هو واقع الحال في البلاد تبدو الأسواق يتيمة دون حوائج رمضان نهيك عن شح المساعدات التي تتصاعد أرقامها في ملفات المنظمات الأممية لكنها تتلاشى من واقع اليمنيين وحياتهم ينتظر اليمنيون رمضانهم هذا بآمال أقل ومخاوف أكبر خصوصا مع بروز مهددات كثيرة هذه الآمال توشك أن تغيب أمام من يقبعون خلف الزنازين الميليشيات ومعتقلاتها إذ يبدو رمضان في أعينهم وأعين أسرهم مجرد شهر آخر من المعاناة